آمن تهتدي طريقة أهل السنة والجماعة الاستدلال أولاً ثم الاعتقاد ثاني يعني نمشي خلف النصوص الكتاب والسنة طريقة أهل الباطن نسأل عافية والسلامة أولاً يعتقد ثم بعد هذا يلوي أعناق النصوص إذن لابد أولاً أن نستدل فإذا جاء الدليل ماذا نقول؟ آمنا وصدقنا وسلمنا مثال يأتيك حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا تقول ماذا؟ تقول آمنا وصدقنا وسلمنا وأؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزول حقيقي يلق بجالة عظمته لا يماثل نزول المخلوقين إذا قلت هذا يهدك الله إذن النتيجة البداية قال آمن فالنتيجة تحتدي بإذن الله تعالى وعلى هذا ساب السلف الصالح رضوان الله عليهم نعم آمنا وصدقنا وسلمنا بداية الدرس الجديد نعم